طبي عبد الهادي العمار نتمنى توفيق للفريقين في هذا اللقاء ومباراة ممتعة للجمهور الكريم حكم وسط في هذا اللقاء تشاهدونه أمامكم الدولي عبد الباسط شهوب دود خميس ضربة البداية مع فريق المحلة يلعب على يمين المشاهد الكريم يضرب في موسم الأول في الاتحاد أول تجربة لي في الملاعب الليبية فريق الاتحاد للطرف الآخر هنا ردوان الديب اللعب السابق لفريق الآلي والمحلة ودرب فريق المحلة تلعب الكورة لفريق الاتحاد هناك خطأ لمصلحة اللعب باسم رحومة باسم رحومة إذن يتحصل على خطأ لفريق المحلة بلقطة الإعادة رمي التماس هذا عبد الباسط شهوب الحكم الدولي أمر الخجع الكورة العموري داخل المنطقة يمشي للجهة اليسرى والعرضية وإبعاد ممتاز ناجد را مقصية من ناجد را تبقى الخطورة والتسديد على مرتينة هدف هدف أول لفريق المحلة هدف أول لفريق المحلة ماذا هناك إلى ماذا يشير الحكم هل أن الهدف موجود نعم الهدف موجود عن طريق اللعب عبد المعز العموري عبد المعز العموري تسديدة يسارية في الدقيقة السابعة والسبع عشر هذه لقطة اللعادة هو التسديدة من خارج المنطقة وهدف أول لفريق المحلة في الدقيقة السابعة عشر شوف لقطة اللعادة وبعكس تحرك الحارس اللي كان التسديدة أولى هو التسديدة الثانية في الشباك في رأس جمعة التسديدة في العارضة يكورها كورتا في العارضة في رأس جمعة هو المتابعة من المهدي الهوني باسم باسم رحومة يعود الخلف ويتحصل فريق الاتحاد على الخطأ في هذه الكورة بعد تدخل من جهاد شلدون يعود الخلف شوف التسديدة المباشرة حاول المباختة في رأس جمعة أصويعي للخوجة والعارضية تضيع تضيع الكورة من أحمد الهرام على مرتين في هذه لقطة اللعادة والكورة تصدم بالهرام وتغادر أرضية الملعب العموري لفراث جمعة في رأس يلعبها مع انطلاقة أحمد زكي الخوجة لربيع ربيع الشادي وفكر في تسديد الكورة وفرصة خطيرة والرأية موجودة شوف لقطة الإعادة وأحمد الهرام يتعثف الكورة وجد نفسه وجهه لوجه هذه لقطة الإعادة للكورة الأخيرة والتسلل على أحمد الهرام في رأس جمعة يلعبها لكريس جونيور كريس جونيور ومتابعة من نقوم كريس جونيور ونقوم يتحصل على هذه الكورة نقوم يفتكها الخوجة الخوجة جميلة الهرام الهرام العرضية من منطقة من يسدد والشادي بعيدة ربيع الشادي يأتي ويسدد ولكن كورتة بعيدة يتوغل لأحمد الهرام من الناحية اليمنى يعكس الكورة للخلف ولكن تسديدة الشادي غير مركزة يتوغل داخل منطقة خطيرة الكورة والعرضية العرضية ويبعادها من الحارة يتبقى الخطورة داخل منطقة الجزاء والكورة للاتحاد السواعي وسدد ولكن كورتة ضعيفة الشاديد مرة أخرى ودفاعي يتدخل مرة أخرى أمام ربيع الشادي نقوم نقوم ويمر نقوم يبحث عن يلاعب يمر للكورة تصل أمام المنطقة لفريق الاتحاد المحل الآن وجوم عكسي عبد المالك عبيد عبد المالك عبيد ينفرد عبيد ينطلق من الناحية اليمنى عبيد والعرضية والثاني يضيع الثاني يضيع من كريست جونيور تغيير الأول كريست مابوندي وهذه اللقطة الأخيرة وفرصة كبيرة مام مرمى الاتحاد يضيعها اللعب كريست جونيور اليمنى ينضي الوقت على فريق الاتحاد بسرعة وعلى المحل أكيد ببطء والنتيجة تبقى على حالها هدف دون مقابل المهدي الهوني المهدي الهوني في تقدم لفريق الاتحاد ومعاد عيسى معاد عيسى يبحث عن التسجيد وخطير الكورة مهدي أمام المنطقة علي مهدي للمهدي الهوني علي مهدي مرة أخرى علي مهدي يحاول المرور وهذا معاد عيسى معاد عيسى ومتدخل وماذا هناك صافرة ركل الجزاء ركل الجزاء لفريق الاتحاد ركل الجزاء لفريق الاتحاد في هذه الدقيقة الدقيقة الثالثة والثلاثين ركل الجزاء يعلن عنها الحكم عبد الباصد شوب هذه لقطة عادة ومعاد عيسى والتدخل من أحمد الميري في الكورة الأخيرة وركل الجزاء يعلن عنها الحكم عبد الباصد شوب لفريق الاتحاد أمام الكورة معاد عيسى معاد عيسى وحمزة البرجي هل يكون التعادل؟ معاد وحمزة معاد أم حمزة؟ معاد أمام هذه الكورة الصافرة تاتي ومعاد عيسى في تنفيذ ركلة الجزاء معاد عيسى التعادل التعادل للاتحاد التعادل للأحمر التعادل لحامل اللقبة التعادل لبعاذ عيسى وبطاقة صفر أخرى شوف بعكس تحرك اتجاه الحارس دقيقة السادسة والثلاثين التعديل لفريق الاتحاد من ركلة جزاء هذه الأثناب منذ الدقيقة السادسة والثلاثين عندما حرز الاتحاد هدف التعادل من ركلة جزاء وهذه لقطة الإعادة لركلة الجزاء على يمين الحارس حمز البرج يعدل نتيجة معاذ عيسى ومنوشات بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء طلال فرحات في المتابعة لأحمد الحاراتق الدفاع للمحلة أمام الكورة فراس جبعة فراس في تنفيذ الكورة أرضية الكورة داخل منطقة وإبعاد الدفاع لهذه الكورة والمهدي الهوني أمام هذه الكورة وهجمة وفرصة لفريق الاتحاد الكورة داخل منطقة الجزاء والرسية أوه معاذ عيسى معاذ عيسى كان في مواجهة المرمى وكورة تعلو المرمى تكون ركلة مرمى هناك خطأ قبلها لفريق المحلة للعبي فريق المحلة يطوب الحكم بالتأكيد للعب على الصافرة عبد البصر شوف وصافرة الخطأ والتزديدة ستكون من أحمد الحاراتي وسهل عند الحارس معاذ اللافي